بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نمتدي مع بعض دلوقتي مثلا بالحاجات اللي انسان محتاجها. الانسان محتاج حرار زي ما انت فهنا. الحرارة انت بتبقى فاهمها بالفترة وبالطبيعة. هنشوف لو انت عندك تعريف في الكتاب مثلا تعريف نظري لكلمة تجيت معناها ايه? تقدر تربيعها. لكن انا دلوقتي يهمني ان انت دي حاجة سهلة انت فاهمها. الثيرمو عايزة تجاوب على سؤال بسيط. لو انا عندي مثلا آآ مية في المصنع عند خمسة وعشرين درجة عايزة سخنها لغاية ما تبقى بخارة عند ستمية درجة. اديها حرارة ادي. كمية الكيو الانبوت اللي انا محتاجة اوصلها لها للمية دي ده سؤال عالم الثيرمو بيت بتي جاوب عليها واحدة بواحدة. طيب. آآ لو انا عندي حاجة زي الغاز الطبيعي مسلا. عايز ابرده. علشان اسيله. اخليه تحول لسائل. علشان اقدر مسلا ايه? انقله من دولة لدولة ويتصدر من دولة مسلا للتصدير لدولة الاستيراب. مسلا يعني. انا محتاجة اصحاب منه حرارة. الهيت اوتبوت اللي هصحابها منه دي اديه. يبقى ده سؤال سيرمو بتجاوب عليه. علشان ابرد سائل من درجة حرارة درجة حرارة او ابرد غاز او ابرد اي جسم عامة اي حاجة عايزة سخنها او ابردها. اديه الحرارة اللي هصحابها منها او ايه الحرارة اللي اديها? ده سؤال بتجاوب عليه سيرمو. ازاي الحرارة دي اسحابها ده بتجاوب عليه كورس تاني اسمه الهيت transfer. فانت عارف ان الحرارة بتتنقل بتتنقل بconduction, convection او radiation. التوصيل والحمل والاشعاع. فانا المية دي. لو انا عندي كمية مية معينة وعايد تسخنها لغاية اخر زي ما تبقى انا عند ستمية درجة. محتاج اعمل لها معدة هندسية اللي هي البويلر اللي هي الغلاية. علشان تستعمل الحملية دي تبدي الحرارة دي للمية عشان تسخنها لغاية ستمية درجة. الغلاية دي تصميم اعمل ازاي? ده اتمام كورس الهيت transfer. ازاي اوصل الحرارة اللي معايا دي للمية? ده جزء الهيت transfer. فالسرمو كل تعاملها مع الغلايات هو مجرد انه المية عشان تتحرك من درجة تسخن من درجة حرارة درجة حرارة محتاجة كيو معينة. كيو امبوت. بس ده اللي يهمنا. لما تروح للكورس الهيت transfer بقى اشوف فقا الكيو امبوت دي توصلها لها ازاي? نفس الفكرة لو انا عندي مسلا اي سائل زيت مثلا صخت عند روعة مية درجة. عايز ابرده الميتين. وعندي سائل تاني عند مثلا مية. عايز اصخانه المية وخمسين. فانا عايز اعمل تبادل حراري ما بين الاتنين. عايز اعمل هيت اكسجينج ما بين الاتنين. فمحتاج جهاز او معدها ده ساسمها هيت اكسجينجر المبادل للحراري. تصميمه تفهموا كورس الهيت transfer. لان احنا هننقل الحرارة من الاولي للسخت الى المادة التانية اللي هي بردة. عشان ننقل الحرارة من هنا الى هنا. بدان فيه نقل الحرارة. واسناء ما ان الحرارة دي تتنقل فيه مقاومات بتقبلها. فيه مقاومة لنقل الحرارة. فكل نقل تبع كورس الهيت transfer. لكن السير مو بتجاوب على اول سؤال في الموضوع. اللي هو ايه? ادي ايه حرارة محتاج اديها او اسحبها. بدان في امبوت و اوضبوت ازا انت بقى فاهم ان احنا لما تيجي تعمل تحليل رياضي للموضوع فمحتاج في اشارة موجب او سيلب. بدي حرارة. المفروض مساء انت بقى موجب بسحب حرارة تبقى سيلب. وهكذا. فيه تحليلات تانية وفيه فكرة هندسية تاني بيغيروا الاشارات دي. في الاخر انت لازم تشوف الدكتور اللي انت هتشتغل معي. هيشتغل بقى انهي نظام اشارات وتتعلم معي. الحرارة متكون دخلة لحاجة. الحاجة اللي انت بقى بتطيع حرارة دي اسمها السيستم بتاعك. عشان كده انا عايزة انا هتنعك واحدة بوحدة للمصطلحات. ان في الاغلب العام الدكتور اول محضر بقى معك فيها بقى يكلمك في حاجة اسمها سيستم وسير راوندينج وكده. احنا مدخلناش الدخلة دي عشان انت مش فاهم يعني ايه كلمة سيستم اصلا. مش فاهم يعني ايه سير راوندينج اصلا. فانا بقى عايزة انا امهد لك لها واحدة بوحدة. فالحاجة اللي احنا هندرسها الحاجة اللي احنا اديها عرارة دي دلوقتي بقى اسمها السيستم بتاعها. واحدة بوحدة كده عشان ايه انا مهد للكلمة دي. لكن كلمة سيستم هنتكلم عنها قدام ان شاء الله عشان نشرحها بالضبط بقى زي ما الدكتور بيشرحها. لكن انا عايزك تبقى فاهم بالكلمة دي. ان احنا دلوقتي حنركز على المية اللي عن سخانها من من خمسة عشرين لسبتمية دي تبقى الحاجة اللي احنا بندرسها. ده السيستم بتاعنا اللي احنا عايزين ندرسه. فكلمة سيستم مش عايزك تحس ان كلمة سيستم يعني مسلا ان مجموعة معيدات معقدة او حاجة بتتحرك. سيستم يعني الحاجة اللي هندرسها. الشيء اللي هندرسه. الشيء ده بقى شوية مية. الشيء ده معيدة كاملة. الشيء ده كزا معيدة جنب بعض. اي حاجة هنحنركز عليها ونعمل عليها حساباتنا اسمها سيستم. انتفقنا? ان الموضوع قريب يعني مش مشكلة التي خليها ان شاء الله قديم. خلاص? قصود كده او الحاجة التانية اللي الانسان محتاجها الورك. ان انا عندي احمال محتاجة حركة من مكان للتاني. فمسلا الانسان كان عنده مصن عربية زي كده. لها وزن معين. عايزين يقلها مسلا بطريقة افقية من مكان لمكان. عنده مسلا النقطة الاولينية دي عايز وصلها لبعض اتنين كيلو مسلا في المكان التاني. فكان بيستخدم حيوانات او بيستخدم اي قلة جر عشان ينقل العربية دي من مكان لمكان. ده كده محتاج شغل. محتاجي العربية دي عشرة تتنقل من مكان لمكان محتاجة شغل. لان جسم اهو او حمل بيتحرك من مكان لمكان. الحركة دي ممكن تكون افقية زي كده. ممكن تكون حركة رأسية. انا عندي بيستون بيتحرك من مكان لمكان. ممكن يكون حركة دورانية زي الشفت. عندي شفت بيلف مكان لمكان. في الاخر انا في يوم الايام ممكن يكون عندي شافت بلف وأنا عايز أزوء البيستون ده الفوق لتحت. زوء المكبس ده الفوق لأبت عشان المكبس ده يضغط على مية أو يضغط على غاز أو يضغط على حاجة عشان يحركها. وممكن العكس. ممكن يكون عندي البيستون ده جوة نوت. فيه مثلا حاجة زي الغاز طبيعي مثلا أو وقود بيتحرق جوة لو دي مثلا النسطوانة جوة عربية ولما يتحرق المكبس ده حينزل لتحت ولما ينزل لتحت يلافف عمود الدوران العربية. فانا تاني بمنطقة البساطة. انا عندي دلوقتي بسيستم بسيط زي كده. عندي بيستن وعندي عمود دوران. جوه العربية. لو انا جوه العربية بحرق وقود هنا هوت في المنطقة دي. الوقود ده لما هيتحرق هيدغط على البيستن ينزله لتحت. البيستن ده لما ينزل لتحت هيلفف عمود الدوران. او ممكن فيه معدات تانية زي مثلا البامب او الكمبريسور. الدواغط او البامب اللي هي العربية زي مطور المية كده. لا مدخات يعني. انا احرك انا عمود دوران علشان يضغط يزوء بقى المية او يزوء السئلة انا عايزة احركه ده. دي طبعا لغة بسيطة خالص. يعني انا بأكد عليك انه دي مصطلحات مبسطة. احنا مش عايزين نتكلم بمصطلحات المتخصصة لانك في الاغلب العام لو انت واقف على رجلك بمصطلحات متخصصة ممتش هتسمع السلسلة دي. فانا متعمد ان انا اشرح بلغة بسيطة خالص علشان ده الاساس اللي تبني عليه ان شاء الله مع الدكتور وانت قد قدام. تفقنا? فيهمني انت تعرف انه برضو نفس الفكرة في وورك انا ممكن ادي شغل للمعدة هندسية عشان انا عايزة هتعمل لي حاجة. وممكن انا اخد منها شغل في معدة تقدر تديني شغل. المطور هو المعدة اللي بتديني شغل. المطور ده بيحرك لي حاجة. بيزوء لي حاجة من مكان لمكان. واللا عكسة صحيح. انا ممكن يكون عندي جهاز ادي له انا اخلي فيه مطور يشغاله علشان يعمل لي حاجة انا عايزة. زي النوين اللي سائل من مكان لمكان او يضغط لغاز زي ما اتفقنا. خبس? فانا يهمني ان انت لما تلاقي جسم يتحرك من مكان لمكان. سواء حركة افقية يعني كده حركة رأسية لفوق. افقية يعني هوروزونتا. آآ يعني رأسية. او حركة دورانية زي شافت بيلف كده هوت. يبقى فيه هنا بيحصل. اتفقنا? فيه ناس بتزود عليه في الكتب حاجة كأنه الورك اللي جاي من طيار كهرباء. لانه الكهرباء هي ماشية ممكن ادخلها دوها مطور تصلى على شغل. فبيحسبوا الشغل على الالكتري كورك. في الاغلب العام السيرمون بتهتمش بالالكتري كورك دلوقتي. فيه بعض كتب السيرمون الحديثة بتهتم بجزء الالكتري كورك ده كنوع من انواع الحسابات. لكن في الحقيقة هم مش بيدرسو لك علم السيرمون في رأي الشخص. هم بيدرسو لك زي كده. بيدي لك فيزية متخدمة. بيجرح لك كورس الفيزية انت بتدرسه في سنوي. بس بيكمل عليك شوية عشان تفهم انواع الورك وحساباته وكده. لكن انت المفروض نظريا درست الانرجي ودرست الورك في سنوي. فانا يهمني ان انت تعرف. خصوصا السيرمو ديناميكس الكورسات الهندسية ما بيركزوش قوي في البداية على الالكتري كورك. لانه اغلب اللي بيدرسوا الكلام ده نوفرد ما هنسي الميكانيك. فما اتجاه بقى حركة سوقفقة او رأسي او انه حرك شفتي حرك عمود دوران. لكن ما بيتموش بالكتري كورك. اتمنى تكون فكرة واضحة. انت محتاج تكون فهم المصطلح ده زي ما اتفعنا بمنطالة هدوء بمنطالة بساطة. اي معيدة هندسية قدام منك. اي حاجة احنا نتكلم عليها كمان شوية. لازم في دماغك تكون بتفكر. فيه دينهيت وفيه الورك. في حرارة بتتنقل. يعني هل في جسم عند درية حرار معينة. وجسم عند درية حرار عبرد منها. ففي حرارة بتتنقل من مكان لمكان. وهل فيه شغل. هل في جسم تحرك من مكان لمكان. لو فيه حرارة بتتنقل تشوف zaia. بتتنقل رايحة للجسم ده. تبقى موHub. اتخذت منه. تبقى سالب. فيه شغل داخل للجسم ده. او فيه شغل هن اديه للحاجة بتاعتنا دي. مثلا يبقى موجب. سحبناها منها يبقى سالب. او زي ما وجهات مجابة وسالب وان احنا اوية حاجة نبص عليها في اي تحليل ان شاء الله قدامه احنا ماشيين تفهم فين الحرارة وفين الشغل ده اللي هي من ان انت تعرف بس نكمل بقى واحد ان شاء الله الانسان ازاي بيلبي احتياجاته من الحرارة والشغل دول يعني ايه اللي حوالين الانسان في الطبيعة علشان يدوله الحرارة اللي هو عايزها او يدوله الشغل اللي هو عايزه وده التمهيد لكلمة طاقة بازن الله زي ما هنشوفه مع بعض اشتركوا في القناة